اشتركوا في القناة وذاب القلب بالواجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالرعيان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالرعيان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في رياض الجنة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ده يعتبر الأساس في حياتنا كلها وفي كل الأعمال اللي بنعملها عن موضوع الإخلاص ونحن له مخلصون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات النهاردة الحقيقة وده بناء على طلب كثير من الإخوة والأخوات هنتكلم عن موضوع الإخلاص لأن ده موضوع مهم جدا جدا ده يعتبر الأساس اللي احنا بنبني عليه أعمالنا وأقوالنا فإن كان الأساس ده ما هوش يعني قوي ومتين بينهار البناء كله سواء أعمال أو أقوال إنما لو كان متين يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى يتقبل العمل وتؤجر عليه الحقيقة موضوع مهم جدا ليه لأن عكس الإخلاص مصيبة كبيرة الرياء الرياء والعياذ بالله فلا يقبل العمل اه احتمال الموضوع يمد معنا ويتقول له ده شيء كويس مش وحش إن احنا عايزين نلم الموضوع بكلياته يعني اه بنرحب طبعا بداية بأخونا الحبيب أبو محمد دكتور صلاح سلطان العائد إلينا من أمريكا حمد الله على السلام سلامك الله يعني افتقدناك والله أنا أفتقدكم جميعا والله أفتقد استاذنا وحضرتك والإخوة المشاهدين والمشاهدات كثيرا الله يبارك عليك الله يبارك عليك الحمد لله رب العالمين يعني أن عدت إلينا سالما غالما مأجورا غير مأزورا يارب طبعا بنذكر طبعا الإخوة إن معنا فضيلة الشيخ أبو أحمد الدكتور صلاح الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور صلاح طبعا معنا بقى الحمد لله وصل بالسلامة فحنبتدي إن شاء الله نتكلم في موضوع الإخلاص بس يعني بتفريعاته المتعددة لعل أول نقطة نبدأ بيها اللي هي تعريف الإخلاص إيه هو الإخلاص إحنا بنسمع دايما الناس كلها تقول إيه لازم تكون مخلص في العمل والآية زي ما قلناها ونحن له مخلصون وآيات كتيرة بقى طبعا يعني صورة مثلا الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سورة الزمر فعبود الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم والحديث طبعا حافظينه كلنا في صحيح مسلم إنما الأعمال يكون في عمل بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى حنبدأ بقى تعريف الإخلاص إن شاء الله بنقول العلماء بيقولوا إن تعريف الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح دي مهمة جدا مش أي عمل تقدر تقول عليه إخلاص يعني ما تقولش واحد بيشرب خمرة بإخلاص واحدة رقصة بترقص بإخلاص ما ينفعش ما فيش إخلاص هنا لأن العمل هنا مصالح لازم العمل يكون صالح أن تعمل العمل الصالح ليه كلمة ليه بقى دي اللي حنبني عليها كل كلام ده بعد كده ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله ده تعريف الإخلاص ياريت دكتورنا وحمد دكتور عمر عبد الكافي يركز بقى شوية على موضوع تعريف الإخلاص أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من المخلصين والمخلصات آمين والمخلصين والمخلصات لله سبحانه وتعالى مخلص ومخلص نعم هتان درجتان ازاي بقى نحن نريد تعريف منسبق بالخير الله يبرك فيه نعم الإخلاص تستطيع أن تعرفه بخصائصه يعني ما هو تعريف الإخلاص أن تذكر خصائصه فإذا ذكرت خصائصه عرف الإخلاص آه فالإخلاص فيه صفات ثلاث ليست في غيره لنعرفه من ضمن المقامات القلبية لأنه عمل قلبي عمل قلبي ليس عمل جوارحي ليس من الجوارح أنه هو من القلب نسميها عبادة قلبية يعني نسميها جميل شميل هذا عبادة قلبية آه عبادة قلبية هي أساس العبادات وأساس المعاملات سواء ما بين المخلوق والمخلوق والمخلوق والخالق يجب أن تكون هي اساس التعاملات اذا قلنا ان الدين المعاملة يجب ان يكون هذا الدين خالص ان يكون العبد فيه مخلصا لله ثم مخلصا مع اخواني لان انا اذا عملتك بصورة ثم تكلمت عليك من خلفك بصورة فلست مخلصا معك كنت اسمع فضلتك بتقول علماء القلوب هذا من تخصص علماء القلوب تخصص علماء القلوب لان اذا كان للجوارح علماء من ناحية فلسولوجية التشريحية وعلماء فالفقه وعلماء الشيطان هناك علماء ارقى بعدما اتعدوا هذه المراحل دخلوا على يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم باخلاصهم الله ان يروا بعيون بصائرهم لا بعين ابصارهم الله اكبر دي صفات ثلاثة بقى حدا صفات ثلاثة اولا ان المخلص اخلاصه لا يطلع عليه الشيطان فيفسده لا يطلع عليه الشيطان اه يعني العمل اللي فيه اخلاص الشيطان نفسه لا يستطيع لان الشيطان يستطيع ان ينفذ الى كل انسان الا المخلص الله ام بيخليني اعمل رياء الشيطان لا 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 هو هو لا قد تكون النفس الامر بالسوء لكن اذا اخلصته طرد الرياء لان الرياء لا يطلع على الاخلاص اه عكس اه لان الاخلاص كاللبن اذا شابته شائبة ظهر الله اكبر ما شاء الله فاذا ظهر استغنيت ان تعلم فيستغني الملكان عن كتابته لان الاخلاص في الصفة الثانية ان للشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك المقرف فيكتبه لان الاخلاص سر من اسراري استودعه من ارضى ومن احبه من عبادي نعم هذا في الحديث القدسي استراء الاخلاص سر من اسرار الله ايوه العلاقة في الاخلاص هي ما بين العبد وخالقه وخالقه ليس بتدخل ملك الحسنات سبحان الله ام الملك الحسنات بيكتب العمل بيكتب الجوارح العمل كما هو العمل كما هو انتم كنتم مطلعون على ظاهره وانا كنتم مطلع على باطنه ما بتغى بهذا العمل واتش يؤتى بعباد يوم القيامة حسناتهم كجبال اتهامة فيتأخذهم ملائكة الى صفوف اهل الجنة فيقولوا الواه لهم الى اين تذهبون قال قال انتم كنتم مطلعون على ظاهره ظاهره من خالق كتبت صلاة وكتبت صيان وكتبت صادقة لكن مش اول من تسعب بهم النار ثلاثة العالم والكريم الشهيد لماذا لان سر الاخلاص غير موجود فلالشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك يطلع عليه فيكتبه طيب انا عايز اقف عندي دي بس احكيت الملك دي معلش في حتة يعني يعني انا انا بصلي كوي او تصدقت جميل الملك يكتب الصدقة او الصلاة بس طيب اللي حركني فيها النية بقى الاخلاص اللي حركني فيها الملك ملوش دعو بيها خالص دي لا 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 هذا سر الله هذا سر الله عز وجل قياس درجة الاخلاص انما هي للخالق سبحانه يا رمز ترجمة نانسي قنقر